119 نائباً دخلوا إلى قاعة مجلس النواب فأقلعت الجلسة الثالثة لانتخاب رئيساً للجمهورية على أثر تأمين الثلثين وبعد فرز أصوات الدورة الأولى خرجت الورقة البيضاء منتصرة مرة جديدة بعد نيلها 55 صوتاً و42 لمشالا معوض و17 للبنان الجديد وأربع أوراق ملغات وورقة لميلاد أبو ملهب فور انتهاء عمليات الفرز فقد نصاب 86 نائباً وبقي 77 وبالتالي لم تحصل الدورة الثانية وأجلت الجلسة إلى الاثنين المقبل إذا بتريدوا كل واحد محلوتها فينا نعد إذا بتريدوا في نصاب فرهة النصاب أستاذ سليم عون ما بتكون تمارسوا العملية الديمقراطية ولا رخل سيتالها مين عم يحكيه؟ العرس الديمقراطي مارد داو وينو مارد؟ معذر الجلسة خلينا لكم الديمقراطية لكم يا ديمقراطيين في حسابات عملية الفرز الورقة البيضاء محصومة المصدر وفي طليعة من صوت تكتل لبنان القوي والوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية وآخرين ورقة ديكتاتور عادل لجميل السيد لا أحد لأسامة سعد لأجل لبنان لكريم كبارة سياد إنقاذ إصلاحي لمشال دويهي الذي يغرد للمرة الأولى خارج ثرب التغييرين وصوت لميلاد أبو ملهب أما معوض فنالت 42 صوتا من الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي والكتائب وتجدد فيما ظلت الأصوات الإضافية ضائعة الهوية خصوصا وأن ورقة لبنان الجديد نالت 17 صوتا قال الاعتدال الوطني وبعض نواب بيروت وصيد وتكتل نواب التغيير إنهم عشرة أشخاص صوتوا بهذا المنحة مع غياب سينتيا زرازير والياسي جرادي هنا تضاربت المعلومات فمصادر التغييريين قالت إن نواب الاعتدال أعطوا صوتهم لمعوض في وقت قالت مصادر الاعتدال إن صوتين من التغييريين أضيفوا إلى مجموعة معوض هذا كان في الشكل أما في المضمون فالانقصام برز اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تصويب السهام والاتهام من قبل القوات والاشتراكي أي من صوت المعوض بوجه النواب السبعة عشر عندما يأتي تأتي مجموعة مباثرة من المعارضة تفوت فرصة الإجماع على المعارضة هذا أمر غير صحي وغير مفيد وهذا أمر يتلاقى مع إرادة التعطيط تماما التغيير ما بيصير بكب اسم بكل الاستحقاء وبيوصول نهار اسم نفلين ونهار رمزية نفلين ونهار نوصل بدنا نحط اسم بيصير هذا الاسم عم يتراجينا أنه داخلكم ما تحطوني تم احترق مش هيك بيصير التغيير إذا نحن حقيقة بدنا نعمل تغيير بدنا بداية نجمع المعارضة ما بقى فيكم تكونوا محترين أنتوا لو اليوم كنتوا مع ميشال معوض كنتوا قادرين توصلوا للخمسة وستين وتوصلوا رئيس جمهورية ما تجوا تلاقوا لحالكم أعذار أنتوا التنين لازم تحسموا أمركم كترة الاجتماعات وتنقية أسامة جديدة ما بتوصل لمحل عم بدلوا تخيبوا أمل القوات والمشتراكيين ما عم بتكونوا معهولوا عم يعطي بحال ومتنطق هيدا واحد من الانجازات اللي عم نعملوا خيبين أمال كلهم يعني نحنا بدنا نحسن أمال لبناء واللبنانية مجيين هون كرمال أمال الكتر كأنه هالتغييريين بيتحملوا كل مصايب البلد وكل مشاكله فبعتقد أنه في محل ما صاروا متحكين يعني واحد بحط بيتفوش اسم حرقوا ما حرقوا استعملوا ما استعملوا فقط للاستعمال السياسي الديق وليس لإيصال اليوم مرشع أنت برأيك أنه اليوم بيقدروا يأمنوا له انتخاب وحاولت أهام الناس وكأنه التغييريين لما ما بيصبوا باتجاه معين وهو تخسير لهيدا الخط وهيدا تضليل الرأي العام وعلى المقلب الآخر التيار يتلقى مجددا سهام القوات فيما حزب الله يؤكد أن ما حصل عملية ديمقراطية بانتظار التوافق طالما اليوم الوضع مثل ما هو ماشي ما في حدا يعمل رئيس تحدي ما نقضي نوصل لرئيس تحدي ولكن نحن الورقة البيضاء هي طريق لحتى نوصل للرئيس التوافقي لأنه إذا نحن أخذنا خيارنا ووقفنا نحن بهيدا الموضوع نفتكر ساعتها نحن عنه اسم وما منعد نتراجع عنه ما حصل اليوم أنا برأيي هو الطبيعي في سياق اللعب الديمقراطية وفي سياق الانقسام القائم بالبلد المصلحة تستدعي أن يتم التوافق على رئيس للجمهورية وما لم تولد لحظة التوافق على هذا الرئيس أنا برأيي من المرجح أن يتكرر هذا السيناريو المصلحة تستدعي أن نزخم التواصل السياسي هي جلسة على غرار سابقاتها ولاحقاتها إذا لم تكن النية صافية عند من يغامر بالبلد ويتحدى لتسجيل النقاط في وقت يعرف الجميع أن أحد يملك الأكثرية ليتمكن من الإتيان برئيس للجمهورية والسبيل الوحيد هو الحوار والتواصل وهذا ما يرفضه فريق علنا كالقوات ما أو بدون معرفة النتائج المترتبة على هذا التصرف يقول مراقبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر